ايام قليلة ويحتفل السوريون بذكرى ثورتهم الرابعة ومع مرور اربع سنوات عجاف على سوريا يتضح مدى الالم والمعانى الذي يتكبده المواطن السوري مناهضا الظلم والاستبداد ما يزيده عن مليون مصاب سوري من بينهم عشرات الالاف يحتاجون الى عمليات جراحية واطراف صناعية واعادة تأهيل تقرير جديد صادر على المنظمة الدولية للمعاقين تزامنا مع ذكرى الثورة المنظمة ناشدت بالتحرك الفوري لتقديم العلاج للمصابين السوريين قبل ان تتحول اصاباتهم الى اعاقة مدى الحياة لا تقتصر على بطر الاطراف بانواعها والتشوهات الخطرة بل ايضا تطال الوظائف الحيوية والاصابات الدماغية مشهرة في تقريرها الى ان الازمة في سوريا ستخلف جيلا من المصابين والمشوهين ليست البراميل المتفجرة والقصف من يلقي بظلال اعاقة على المدنيين في سوريا فحسب بل كذلك الحصار المفروض من قبل قوات النظام على المناطق المحررة والتي يقصفها باستمرار وبسبب نقص المواد الطبية وعدم وجود الكوادر المتخصة في كثير من مناطق سوريا كل هذه الاسباب مجتمعة ترفع من نسب حالات الاعاقة وبتر الاطراف والتي كان من الممكن علاجها لو كانت الظروف مختلفة يذكر ان المنظمة الدولية للمعاقين هي منظمة غير حكومية ارسلت فريقا من ستمائة متخصص في علاج العظام بالاضافة الى فنيين في مجال تصنيع وتركيب الاطراف الصناعية الى دول الجوار السوري حيث يوجد اللاجئون السوريون في مخيمات النزوح لتقديم الرعاية الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وقد قدمت مساعداتها حتى الان الى 360 الف مصاب